اولا ايران فشلت في الحقيقة ما تسمى بالثورة الاسلامية البائسة في ايران فشلت في تقديم نفسها على انها تكون دولة هذا رأيي يا سكينة انا اقول ان ما يسمى بالثورة الاسلامية في ايران فشلت في ان تقدم نفسها خلال اربعين سنة على انها دولة هي دولة عصابة كبيرة دولة حرس ثوري دولة ميليشيا وانتجت ميليشيات تهدد الامن والاستقرار في المنطقة لذلك يصعب على الدول التعامل معها بمنطق الدول هي لا تتعامل بمنطق الدول تريدين مثال اخير وحديث وطازج على هذا السلوك هو سلوك ما يسمى بعصابات الحرس الثوري وفي اثارة ما يسمى بالحشد الشعبي في العراق التي تهدد دولة وامن واستقرار دولة اسمها الكويت ثم تهدد دول خليج بنفس العملية هذه ليست دولة هذه مجموعة عصابات هذه يعني بلد حرس ثوري حتى وان رأينا غدا توقيع على اتفاقيات وعلاقات ولكن ما نسميه بالبنية التحتية للذهنية السياسية فيما يسمى بالجمهورية الاسلامية هي قائمة على العداء وقائمة على التوسع وقائمة على الاحتلال